السلام عليكم حلقتنا اليوم هي استجابة لاخترهات بعض المتابعين بتخصيص حلقة عن كيفية تصميم أو عملية تنفيذ الأدرج كيف تكون لما يكون عندي دولار في المطبخ أو قطعة أثاث كيف أستطيع أن أخذ المقسات الصحيحة لعملية تركيب الأدرج وإش التقنيات الموجودة وإش المفصلات أو المجاري اللي هنستخدمها في عملية تركيب الأدرج كل هذا بحاول أغطيه اليوم بشكل بسيط وبحيث أن أحاول قدر المكان أعطيكم الزبدة في هذه العملية كلها بدون تعقيدات فنية بدون شروحات لجوانب فنية فالحلقات هذه بتكون في الجزء الأغلب منها نظري لأن نوصل لمرحلة التي هي تنفيذ الدرج ومن ثم تركيبها بإذن الله النقطة الأولى خلونا نتفك أن الدرج بيركب في صندوق يعني أي أن كانت قطعة الأثاث اللي بيركب فيها الأدرج أنت لو تتخيلها بتلاحظ أنها هي عبارة عن صندوق يعني في الغالب أربعة أضلع زي الشكل هذا واحد اثنين ثلاثة أربعة وفي الخلف يكون فيه الخلفية مسكرتها وبيكون مكان مفتوح اللي بتركيب فيه الأدرج فهذه النقطة المهمة سواء أي أن كانت الأدرج تركيب في أي مكان سواء قطعة أثاث فنية فاخرة أو دولاب في المطبخ هذا الشيء لا بد أن يكون موجود اللي هو الصندوق اللي بتركيب فيه الأدرج فأول نقطة لازم أتأكد منها قبل ما أبدأ في أخذ المقاسات الأدرج اللي نحتاجها لا بد أن أتأكد أن المكان اللي بتركيب فيه الأدرج متعامد بشكل صحيح بحيث أن يكون الجميع الزوايا الأربعة هذه درجة تسعين وفيه يعني أكثر من طريقة نقدر نعرف الشيء هذا فيها أسهل طريقة اللي هي أنك تأخذ المقاس من هنا من الزاوية هذه للزاوية المقابلة لها وتأخذ المقاس من الزاوية هذه للزاوية هذه المقابلة لها إذا كانوا الرقمين يعني متطابقين أو فيهم فرق بسيط جدا يعني خلنا نقول يعني نص ملي أو فيها الحدود فوضعك في السليم تستطيع أنك تبدأ في المرحلة اللي بعدها لو كانت لا الفروقات كبيرة يعني ممكن توصل إلى 2 ملي أو 3 ملي لا فأنت محتاج أنك تضبط الصندوق بحيث أن يكون يعني يرجع للنفس الأرقام اللي قلنا تكون متطابقة وطبعا هذا الشيء تسويه أول ما تبدأ تركب الصندوق الرئيسي أو الدولاب الرئيسي حقك يعني في مرحلة الغراء يكون عليك سهل لكن لما يكون الدرجنت منفذة من زمان وكتشفت فيه مثل هذا العيب بيصعب عليك أنك تعدله لأنه خلاص الغراء والبراغي أصبحت ماسكة في الخشب بيصعب عليك أنك تسوي عملية التعديل هذه بعد ما أتأكد أنه المكان اللي نبركب فيه الأدرج حقتي متعامد أنتقل للمرحلة اللي بعدها وهذه المرحلة قبل ما أبدأ فيها أنا أجاوب على سؤالين مهمين أو سؤال واحد له إجابتين مختلفتين الدرج اللي نبركبه أو الدولاب حقي هذا وينما كانه هل هو قطعة أثاث فاخرة اللي توضع في المجالس أو في غرف النوم مثل الشوفانيرة ولا هو درج بيتركب في المطبخ أو في مستودع تخزين أو في غرفة ملابس أو في الله يعزكم دورة مياه التصنيفين هذه تختلف بكل شيء بيجي من بعدها يعني الجواب إذا قلنا قطعة أثاث عملية تركيب الأدرج مع بعضها تختلف عن الدولاب اللي بيكون في المطبخ السمكات تختلف يعني فيه أشياء كثيرة بتترتب على هذا السؤال وأثناء الشرح بوضح لكم لو كانت لو كنا خلنا نقول يعني عشان نتفق على شيء إذا قلنا في المطبخ فهذا الدولاب اللي هو بيركب في المطبخ أو في دورة المياه أو في غرف التخزين اللي هو الهدف منه التخزين الهدف منه هو استخدام الأدرج في عملية التخزين أو في وضع أشياء احنا دائما يعني نرجع لها لكن لو قلنا قطعة أثاث اللي بتكون موجودة في مجلس أو في غرفة نوم يعني ممكن غرفة النوم بتكون أقرب للمطبخ في قضية كثرة الاستخدام لكن مثل لو تلاحظون قطع الأثاث اللي تكون في المجالس في الصالات فالغالب الأدرج اللي فيها يعني هي جزء جمالي أكثر منها أنها تستخدم نضع فيها أوراق ونضع فيها يعني مستلزمات للبيت نرجع لها فهذا اللي بيخلي فيه فروقات في عملية التنفيذ فلما أتأكد أن الجزء عندي متعامد من كل الزوايا تيجي عندي قضية المساحة اللي أتركب فيها الدرج لما نتكلم عن هذا الجزئية الآن أنا بإمكاني أن يكون فيها كلها أدرج وممكن يكون نصفها أدرج وفيها باب يكون في عملية تخزين في برف قابل للحركة أو بيكون كلها بابين يعني كلها واردة وأنتم دائما تشوفونها في المطابخ لكن نحن نتكلم عن الجزء اللي عندنا هذا كله بنحط فيه أدرج النقطة اللي بعدها الآن اللي هي عملية أخذ المقاسات في عندي يعني ثلاث مقاسات نحتاجها اللي هي الارتفاع والعمق والعرض هذا الأشياء أنا لازم أأخذها لكن كل واحد من المقاسات هذا بنحتاج نسوي فيه في بعض الأمور أول شي لما نجي نأخذ الارتفاع الهدف منه إنه يعطيني أو يخليني أقرر كم درجة واركب فالأدرج هذه لابدنا عشان أحددها أأخذ المقاس فإحنا لو بناخذ المقاس اللي عندنا هذا تقريبا 510 ملي نقابلها بالإنش 20 إنش تقريبا هذا مقاس الارتفاع اللي عندي الآن قلت لكم في البداية أنا أحتاج في الارتفاع هذا عشان أحتاج أعرف كم أبركب درجة أنا سبق إني قسطها وقررت إني بخلي الارتفاع الدرجة حقي خمسة ونصف تقريبا نعم خمسة ونصف إنش اللي هو مية وأربعين ملي خمسة ونصف إنش تقريبا ارتفاع الدرجة الواحد اللي يعطيني تقريبا مية وأربعين ملي لو بقسم هذا على هذا بيخليني طبعا أنا عشان أقيس ليش أنا وصلت للرقم هذا يعني أنت تقدر تخلي لما تريد تقسم الأدرج تقدر تخلي مثلا عندك أدرج خلنا نقول له المساحة هذه بتخليها واحد كبير مرة وواحد وسط وواحد أصغر أو تريد تخلي ثنين صغار وثنين وسط فأنت حسب احتياجاتك عموما فأما أنك تقسمها كلها بشكل متساوي أو أنك مختلف حسب الاحتياجة اللي تحتاجها فأنا بالنسبة لي بيكون عندي ارتفاع الواحد مية وأربعين ملي متر أو اللي هو أربع عشر صانتي مقسمة على الثلاثة وتركت بين كل واحد وواحد تقريبا ثلاثة ملي وهذه المساحة مهمة جدا عشان تعطيني مرونة في عملية التركيب لو صار عندي خطأ في حساباتي ما أكون أنا يعني الأدرج راكبة على بعض وتصير فيها احتكاكات فهذه المسافة موجودة بين كل درج وآخر وبين الدرج الأول والقاعدة وبين الدرج العلوي والجزء العلوي حق الصندوق حقي فهذا المقاس هذا بيخليني أسوي ثلاثة أدرج زائد درج إضافي صغير تقريبا ثنين ثنين ملي يعني هو تقريبا يمكن خمسة صانتي أو اللي هو خلنا نقول خمسين ملي فهذه نبي نشوفها الآن فلكن أنا في البداية الأولى الارتفاع هذا هو اللي خلاني أعرف كم أنا أقدر أسوي من درج في هذا الجزء وهذا الجزء النقطة اللي بعدها الآن بعد ما خلصت الارتفاع حاجي الآن أقيس العرض والعمق وهذا بيحدد لي أيضا أشياء أخرى وخلونا نبدأ بالعمق أول شيء اللي هو المسافة إلى الداخل أنا العمق عندي تقريبا 545 ملي متر اللي هو يوازي 21.5 إنش وهذا اللي بيحدد لي زي ما قلت لكم عمق الدرجة هذا لو متخيل أن هذا الجوانب يمين ويسار للدرج فهذه المسافة اللي بتكون هنا يمين ويسار وبعدا بيكون عندنا واحد في الأمام واحد في الخلف اللي هو غطل الدرجة فخلونا نتكلم على العمق أول نقطة عشان أيضا زي ما قلت لكم أعطي نفسي مرونة لازم أنقص من الخلف نص إنش يعني أستبعدها من الحسبة حقتي عشان يكون عندي لما أركب الدرج بشكل النهاي بيكون فيه مسافة بينه وبين الغطاء الخلفي للصندوق فأبرجع أقول هنا بعد الـ 21.5 بيكون عندي المسافة 21 طيب الآن الـ 21 هذه أيضا لازم فيه حسبة معينة لازم أحسبها اللي هي والشي الدرج حقي بيكون عبارة عن أربع أضلع وفيه القاعدة من الأسفل لكن في عندي نقطة مهمة بعد ما ركب الدرج لو خيام الدرج بالشكل هذا وهذا راكب هنا عادة إحنا نركب غطل الدرج خارجي فوق القطعة هذه لأنه اللي بيكون عليه الفينيشينج هو اللي بيكون ممكن يكون من الخشب الطبيعي ممكن يكون من خشب ملبس قشرة الخشب الطبيعي فبالتالي هذا الصندوق أنا أسويه ممكن من الـ MDF أو من الـ MDF الملبس بالملمين لما أكون قاعدة أشتغل على المطابق وممكن أيضا يكون من الخشب الطبيعي لما أكون أنا قاعدة أشتغل في قطعة أثاث اللي توضع في المجالس اللي هي الدوليب الفخمة لذلك بالنسبة للعمق لابد أيضا أقرر شيء قبل ما أبدأ في أخذ مقاساتي كيف بيكون شكل الغطى حق الدرج عندنا ثلاغة طرق لغطى الدرج الطريقة الأولى أن يكون الغطى داخل جوا الفريم حقي بيكون بالشكل هذا بيكون داخل يعني لما أغطي الصندوق ما يكون فيه ولا جزء خارجي داخل فبيكون الغطى عندي موجود وبعدها القطعة هذه اللي هي المقدمة حقية الصندوق وطبعا أجزاء الصندوق فهذه لها حسبة ليه لأنه لازم أيضا أنقص من العمق اللي أنا شلت منه نصف إنش الآن أنقص منه زيادة سماكة الغطى حقي فكم الغطى حقي لو كان نصف إنش معناه لازم نغطي نصف إنش ليش لأنه هذا شيء طبيعي لأنه هذا صندوق أو الغطى هذا بيدخل جوا فبالتالي لازم ينقص الصندوق من عمقه بنفس السماكة حقته الشكل الثاني اللي ممكن أنا أحط الشكل الصندوق فيه أو شكل الغطى فيه هم نوعين كلهم يعني لهم نفس الحسبة النوع الأول أنه يكون غطى الصندوق مغطي كامل الفرايم هذا حقي بالشكل هذا يعني هنا مغطي وطبعا هنا بيكون واصل طبعا هنا لأنه فيه بيكون فيه درجان بيكون هنا إلى النص فهذه الجزية هذا النوع الثاني هنا لو كنت بطبق هذا النوع لأنه أنا يعني داخل صاير خارج الصندوق تماما فبالتالي ما رح أحتاج أنقص أي شيء من العمق لأنه بيكون هذا بيكون إلى هنا وهذا راكب فيه ومتلاح مين بالشكل هذا فبالتالي ما رح أكون أحتاج أنقص أي شيء من العمق زيادة على النص إنش اللي أنا أخذتها من الخلف والنوع الثاني أو الشكل الثاني أنه يكون نفس هذا في الخارجي لكنه يغطي نص الجزء الجانبي من هنا ومن هنا علشان يركب من الجهتين أنا اليوم أبركبه لا يعني ما هو خارجي أبركبه داخلي بحيث أن يكون في محاذاة الجزء الخارجي بالشكل هذا لذلك أحتاج أنقص من الواحد وعشرين أيضا سماكة الغطى الخارجي اللي بيكون موجود هنا وهذا هو نفسه تقريبا السماكة اللي هي نص نص إنش نحن نص إنش لذلك واحد وعشرين نقص منها نص إنش بيصير عندي عشرين ونص إذن عمق الأدرج حقتي لما أجي أقص والجوانب أعرف أن العمق عندي بيكون عشرين ونص وهذا رقم مهم جدا أحتاجه بعدين أجي ألتبت للعرض نجي للجزء الأخير اللي هو عرض الصندوق كم بيكون العرض من هنا إلى هنا طبعا أنا هنا أتكلم عن العرض أو المساحة اللي يقدر أحص فيها الصندوق بعدين المقاسات حقة القص أيضا بنتكلم عنها لاحقا لكن ذي ما أقل لكم المسافة حقتي من هنا إلى هنا ٢٩٠ ملي متر أو 11-3 على ٨ تقريبا طيب الآن هل أستطيع أقول أن هذا هو العرض حقي لا لازم أيضا أجاوب علىك هذا السؤال النقطة الأولى في بعض المطابخ يكون الفريم أو الدرجة حقي هذا ملبس بفريم من خشب الطبيعي بيكون الشكل هذا بيكون راكب عليه بالشكل هذا هذا لو كان في فريم ملبس هنا الحسبة تختلف عن لو ما كان في فريم ليش لأنه الآن لو نفترض أن هذا هو المجرى أو هذا اللي بركب فيه القطعة اللي بتركب على الأدرج عشان يدخل ويطلع لما يكون هنا ما في فريم بيكون هذه القطعة راكبة هنا وتطلع وتدخل بشكل طبيعي لكن لما يكون في فريم لا القطعة هذه ما راح تدخل لأن هذا بيدقر لها مش معناها معناها لازم أسوي قطعة داخلية من نفس المسافة الزائدة اللي هنا على شاس هذه لما تركب يكون ما في شي يدقر لها أو في شي من سهولة حركتها فهذه النقطة الأولى اللي لازم أعرفها هل في فريم وإذا كان في فريم كم المسافة الداخلية اللي هنا تأخذ الصندوق من هنا عشان أعرف أني بركب عليها قطعة خشب وبعدين هذه القطعة بتركب عليها القطعة هذه يعني هذه بتصير كأنها راكبة على هذه مباشرة الآن في الكيس حقتي أو الحالة اللي بنسويها الآن هنا مع بعض ما في أي فريم لأن هذا الدولاب أنا قاعد أستخدمه في الورش فما راح أحط عليه فريم وزيادة عمل وزيادة قطعة خشب فبيكون المجرى راكبة مباشرة على القطعة هذه إذن ما راح أضيف أي شيء لكن السؤال اللي بعده وش نوع المجرى اللي بيركب كيف بتكون عملية حركة الأدرج في الصندوق حقي إحنا عندنا يعني في السوق أشكال كثيرة من المجاري هذه أشهر أثنين هذا اللي احنا دائم نشوفه وهو منتشر في كل غرف النوم والأدرج اللي إحنا يسحب لك للصندوق إلى كامل مسافته إلى خارج الجزء هذا وفيه أنواع كثيرة فيه نوع مثلا شبيب هذا لكن لما تدف الصندوق لما يوصل للأخير يبدأ عملية الإغلاق بطيئة بحيث أنه ما يكون فيه الصبخ اللي دائم نسمع لما الواحد الصندوق أو الدرج بقوة وفيه أنواع كثيرة هذه معرفة النوع الذي أستخدم في الدرج حقي طبعا هذه مهمة جدا لأن أول شي أثناء عملية الشغلة على الصندوق أحتاج بعض الأنواع أحتاج أسوي لها تثبيت بطريقة معينة من تحته يعني فيه أنواع كثيرة لكن نحن نأخذها على النوع الأشهر الذي هو هذا الذي يركب من الجبع مهم جدا أني أحدد مسبقا وما أستخدم لو بناخذها للنوعين هذه الفرق بينهم هي السماكة السماكة هذه غير السماكة هذه تقريبا 12 ملي وهذه تقريبا 8 ملي وهذا يفرج لأنه هنا موجود واحد وهنا يكون موجود واحد وما معناها يكون عندي 12 ملي 12 ملي معناها عرض الدرج الصافي الذي أقدر أشتغل عليه سافة هذه ناقصة سماكة المجرى من يمين اليسار 12 ملي 12 ملي 24 ملي لذلك أنا لازم أعرف وش النوع لذلك لما أجي أقول أن هذه اللي بستخدمها وبستخدم ثنتين وبقول 12 ملي 12 ملي معناها لازم أن أقص 24 ملي عفوا 24 ملي طيب هذه 290 هذه 10 هذه 6 وهذه 8 6 أيضا وهذه 1 يعني تقريبا عرض الصندوق الصافي اللي أنا أقدر أشتغل عليه اللي هو 166 ملي اللي هي وشة عبارة عن إيش 190 عفوا 290 اللي هي العرض الكامل اللي هنا ناقص سماكة المجرى اللي بستخد ضار بثنين لأن هذا واحد يمين واحد يسار فقلنا 12 ملي و12 ملي 24 شنناها من 290 المهروض نطلع 266 عفوا هي 266 فهذا هو العرض الصافي للدرج حقي 266 ملي متر هذه الآن شكل المقاسات النهائية حقتي اللي أنا بشتغل عليها أول شي العمق هو قلنا 520 أو 20.5 إنش عبارة عن إيش كامل العمق اللي عندي ناقص نصف إنش من الخلف احتياطي أتركه ناقص سماكة غطس صندوق اللي بيكون موجود في الأمام لأننا أختار طريقة الغطس صندوق أنه بيكون داخلي وليس خارجي فهذه لما أطرح الرقمين هذي بيطلع عندي هذا الصافي اللي هو 520 ملي متر العرض حقي هو 266 أو 10.5 إنش تقريبا وشي يساوي المسافة هذه العرض الكامل ناقص سماكة المجرى اللي أنا أبغى أستخدمه سواء يمين ويسار يعني أنا بيكون عندي واحدة يمين ويسار فالرقم حق الثنتين هذه مجموعهم أطرحه من العرض الصافي بيطلع عندي 266 الارتفاع أنا قررت أنه بيكون هذه مسألة ما يحتاج يعني كثير حسابات ما في شيء طارح منها اللي هي 140 ملي متر أو 5.5 إنش عرض الصندوق الواحد هيكون عندي ثلاثة والمسافة الزائد طبعا وقلت لكم بترك تقريبا ثلاثة ملي بين كل واحد والثاني وفي الأخير بيكون عندي المسافة الباقية أبركب فيها درج صغير قبل ما ننتقل للنقطة اللي بعدها خلوني بس أكلمكم الآن على موضوع المجاري وأنواعها لأنه في شيء مهم لو كان الدرج الدولاب اللي أنا قاعد أشتغل عليها أو قطعة الأثاث بتكون يعني مكانها في المجلس أو يعني هي قطعة ديكورية أكثر منها يعني استخداما في الغالب أنا ما أحتاج أستخدم لها مثل هذه المجاري لأن هذه بتشوه منظرها لما ينفتح في الدرج أغلب الناس يستخدمون طريقتين أما أن يخلي الدرج يعني يحط قطعة خشب قاعدة لها بحيث أنه يعني هنا لما بيكون في ثلاثة درج بيكون هنا في قطعة وهنا في قطعة وتحت قطعة بحيث أن الدرج يمشي على الخشب نفسه وهذه يعني ما راح تكون مشكلة كبيرة لن أقول لكم لأصلا الدرج في القطعة الأثاث هذه اللي توضع في المجالس هي أصلا في الغالب للديكور قليلا ما نفتحها ونسكرها فبالتالي الهدف منها طالب منها ديكور فاستخدم الطريقة هذه بتعطيني كامل المسافة أني أستغل لها بدون فراغات والشيء الثاني إنها لما أفتح الدرج ما يكون من الجوانب منظر مشوه لأن قطعة الديكور بتكون كلها من الخشب الغالب الخشب الصولد يعني خشب حر وتتيجي هذه القطعة المعدنية بتشوه المنظر من الجوانب فهذه النقطة الأولى النقطة الثانية أو هذي الطريقة الأولى الطريقة الثانية أنه أحط لها مثل المجرى لكنها من الخشب بمعنى لو تخيلنا أن هذا الجانب حق هذا الجانب الدرج وش راح أسوي أجيب هنا قطعة نفس تقريبا سماكة هذه أو أصغر من الخشب أركبها هنا وسوي لها مجرى في نفس قطعة الخشب حقتي بحيث أنها تركب عليها وتمشي من خلالها بحيث يكون زي المجرى حقها ما تتحرك وهذه الميزة أنه ما راح أحتاج قاعدة سفلية ينام عليها الدرج لأنه هذه شائلة الدرج من اليمين والإيسار وهذه أيضا بتكون شكلها جميل لأنها هي أيضا من الخشب فخشب مع خشب بتكون تطعيمة واحدة ما يكون فيها خلاف في المنظر فهذه قلت لكم طريقتين هذين نستخدمها لما يكون نحن قاعدين نشتغل على أدرج في دولاب ديكور يوضع في المجالس وفي الصلاة يعني هذه الطريقة يفضلونها عن استخدام الأشياء الصناعية هذه المعدة